موسيقى الزراعة بمختلف عنوائها هي الركيزة الأساسية للتنمية وتحقيق العمن الغذائي للمواطنين وعلى هذا الأساس جاءت الانطلاق الرسمية لحاز المشروع الوطني للتباهس حول التقارير الخاصة بالزراعة هذا وقد استحلت المناسبة بكلمة مسؤولة البرنامج المفصل للتنمية الزراعية في إفريقيا قديجة عبدالقادر التي أشارت بأهمية الزراعة ومساحمتها في تأمين الأمن الغذائي كما أنها تعد الأنشطة المحركة للعالم الريفي ممثل منظمة الأمم المتهدة للأغذية والزراعة الفاو بناجيم جوجلبي أثناء للمشاركين في الورشة الخاصة بالزراعة وأكد أن المنظمة تقف بجانب الحكومة على السعي وتطوير العالم الريفي مناشدا في الوقت نفسه المشاركين لمناقشة جد للمواضيع المتعلقة بالزراعة بحيث تعتبر الزراعة الركيز الأساسية لتحقيق التنمية والرفاهية المواطن وزير الإنتاج والمعدات الزراعية السيد جامر السيك قال إن هذه الورشة تحدث إلى تقوية كفاعات أعضاء الفريق المتعددة التقصصات والمتعاونين والشركاء الفنيين حول الأنشطة الخاصة بجمع البيانات من أجل تحقيق رفاهية المواطن طالبا منه الاستفادة القصوى من البيانات التي تقدم من الخبراء الإقليمين من أجل جمع المعلومات المتعلقة بتطوير العالم الريفي تشكل الضرائب حجراً أساسي في دعم الميزانية العامة للدولة وعلى هذا المنوال أعلنت رسمياً بلدية الدائرة الثالثة عملية الإحصاء الضريبي التي تشمل التجار بشكل عام في كلمته الترحيبية عمدت بلدية الدائرة الثالثة ميشيل ميشو رحب بالحضور على مشاركتهم بهذا الإحصاء من جانبه أكد المدير العام للدرائب جسار جرتنغار سنغار عن أهمية الإحصاء الضريبي لأنه من خلال الإحصاء يتم معرفة عدد أصحاب العمال التجارية المتواجدة في بلدية الدائرة الثالثة أما مدير القروض الصغيرة أوضح أن أهمية هذه العملية هدفنا الرسلسيماً على ديركسون جنرالة الزنبوك دائرة أعرف أدتنا في مدينة نجمانة في أي كومين الأسيات الفيسكية بتوسع علماً بأن هذا الإحصاء سيشمل كافة دوائر العاصمة جمينة ما زال القلب الكبير ينبض بالعطاء لإعطاء الأمل في الشفاء لمن لم يكن لهم بصيص للعلاج من بعض الأمراض المستعصية ولإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من الأطفال جرى تنسيق بين مؤسسة القلب الكبير وكل من البروفيسور مومارك كودبة المتخصص في الأعصاب وتشنجاتها وكذا البروفيسور عمر اندور متخصص في جراحة الأطفال المصابين بمرض الاستسقاء الدماغي والذي أكد أن الأمور تجري على ما يرام واستطاعوا حتى الآن جراحة أكثر من عشرة أطفال مضيفاً أن هذا العدد لا يساوي شيئاً مع الذي سينفزونه خلال الأيام القادمة بينما يؤكد لنا مسؤول قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأم والطفل استقرار حالة الأطفال الذين تمت جراحتهم المتخص في جراحة الأطفال وقسم جراحة الأطفال كما شكرت الأمهات مؤسسة القلب الكبير على عطائها اللامحدود وعلى ما تقدمه للمجتمع من خدمات إنسانية سائلين المولى أن يمد في عمر سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وأن يوفقها لفعل الخير مرض استسقاء الدماغ ينتج عن تكوين السائل الدماغي الشوكي بمعدلات أكبر من الطبيعية فيحدث عدم التوافق بين إنتاج السائل النخاعي وامتصاصه مما يسبب تراكما داخل البطينات الدماغية ولإنقاذ حياة الأطفال المصابين بهذا المرض مؤسسة القلب الكبير تتيح لكم فرصة التداوي المجاني وما عليكم إلا الاتجاه إلى المستشفى الأمي والطفل قبل انتهاء الأسبوع المقبل التأشيرة حصلنا علىها بـ 4300 حج فلذلك هذه التأشيرة الأمامكم تأشيرة هذا الحج عام 2017 فالحجاج بعد يوم 18 في هذا الشهر أول رحلة لهم ولكن نرجو من السلطات ومن الدولة أن تمت هذا اليوم لأنه قصير تجعله ليوم 20 له فيه جهد يعني لما ذلك كمان أيوم 18 أول رحلة ونشكر جميع الأجانسات وجميع صبر الحجاج ونتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله العدد التأشيرات الجاهزة 700 تأشيرة وبعد المقرب إن شاء الله نأخذ الباقي من 1320 وغدا كل البيز 4300 ستنتهي إن شاء الله وبإذن الله وبجهد الكوموتة وبجهد السفارة ونشكر السفارة السعودية بهذا البذل الذي بذلته لنا أملا في تطوير الأنشطة الرياضية بمختلف ضروبها لتحقيق نتائج إيجابية شرعة اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية لتنظيم هذه الدورة المتقدمة المتعلقة بطرق إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية ذلك لصالح مسؤولي الجمعيات الرياضية وغض أوضح رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية أدريس دو كونيد دي كير فأن الهدف من الدورة رفع كفاءات وقدرات المشاركين وتزويدهم بخبرات تسمح لهم بتعبئة الموارد المالية والبشرية وتسخير هذه الموارد لتطوير الألعاب الرياضية وشدد إدريس دو كونيد دي كير بأن مسؤولي الفيدراليات الرياضية بأمس الحاجة لمعرفة الاستراتيجيات والفنون الخاصة بالإدارة أما وزيرة الشباب والرياضة والطرفي حبيبة ساولبة أسند على الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية لدعم الفيدراليات الرياضية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المعدات الرياضية وأكدت وزيرة الشباب والرياضة والطرفي حبيبة ساولبة بأن أي مؤسسة بحاجة لكوادر مؤهلة تتمتع بخبرات في مجال الإدارة الأمر الذي يسمح لهم بالإدارة الرشيدة للموارد وخلال الحفل تم تقديم شهادات خبرة للدفعة الخامسة الذين شاركوا في الدورة التدريبية والتي نظمت في عام 2016 الماضي ترجمة نانسي قنقر